موسيقى لا تنفيني ولا تنحني إلا لما تحيي الغار سيلة مغروسة والغار سيلة غارا يثمر ونجينا فرعا للروسة ومن الوحدات إلى الحضر ودي 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 الوحدات النار تنخضر يقش اليابس والأخضر وحدات النار تنخضر يقش اليابس والأخضر وهذا الوحدات الاخضر وغارس واجب نحضر وحدات النار تنخضر يقش اليابس والأخضر يا أسيا شي تذكريش وهذا الوحدة تقدت أحداك النار تنقضى تقشى اليابس ونقضى أم الثبال مقرس وتنخى أم العصائر تاك النار تنقضى تقشى اليابس ونخبر هيا الجوال هيا الجوال هذا الكأس هذا الكأس الغال 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 القال! لكل مشتهد نصيب الله يسعد مساكم نجديد في اكسرا تايم واصلين معاكم حلقتنا اليوم المخصصة للحديث عن فوز الوحدات بلقب الدوري الاردني لكرة القدم الوحدات جمر 14 واكتمل باللقب رقم 14 لها الموسم واكيد بنرجع وبنحكي وبنأكد انه اي فريق في الاردن بحقق الانجاز راح يكون تكريمه من خلال اكسرا تايم والدليل انه نادي الوحدات حقق بطولة الدوري موجود معنا الموسم الماضي حقق بطولة الدوري موجود معنا واي فريق راح يكون له بالكؤوس نصيب راح يكون طبعا موجود معنا والوحدات طبعا يعني الفوز رقم 14 بالدوري واللقب رقم 14 ويعني انجازات وارقام وبنتوجها باكسرا تايم بتواجد سعادة النائب طارق خوري رئيس نادي الوحدات المتواجد معنا اليوم واللي فاز امبارح ايضا برئاسة النادي للدورة الجديدة اول ظهور اعلامي بعد الفوز في الانتخابات الله يسعد هالمسا يا كابتن والف الف الف مبروك اسلام وشكرا لكم وهالمقدمة اللطيفة وانا ان شاء الله بوعدك انه اكون معك 15 و16 يعني هاي كلمة قوية 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 راح نحكي ورح نوقف عندها كثير كمان وايضا النشيط دائما ويعني اللي بنظن نتواصل معاه وما بتعبش ولا بكل ولا بمل ولا بزعل ايضا زيادة شلباية عضو مجلس ادارة نادي الوحدات وايضا نصيب كبير من الاصوات يوم امس محبة كبيرة من اعضاء الهيئة العامة لنادي الوحدات لهذا الشخص الله يسعد هالمسا واهلا وسهلا فيك مساء نور استاذ طارق شكرا لك وشكرا لقناة رؤية على هذا الاخر منور اليوم اراثي يا كابتن وايضا الانيق والجميل والمبدع البرنس اللعيب في الملعب يعني حط الطابي وراسه بالسماء هيك وكاشف الملعب وكمان هلأ مدرب مغلب الدنيا كلياتها الكابتن عبدالله ابو زماعة المدير الفني لفريق الوحدات الله يسعد هالمسا كابتن سعد مساك اخوي طارق شكرا على المقدمة الحلوة واكستراتايم دائما صباقة يعني احنا فخرين انه انت من المدربين الوطنيين وانت اللي عم تثبت انه المدرب الوطني قادر على تحقيق الانجاز وهي احنا شايفين هذا الكلام فيسعد مساك بن جديد الله يسلم وقبل ما اكمل كمان بدي اشكركم اشكر ادارة نادي الوحدات انها وثقت بابن النادي عبدالله ابو زمع اعطته الفرصة كمدرب وطني انه يحقق هالانجاز حلقتنا راح تملش معكم كالعادة بسؤال شارك سؤال شارك لليوم هل سيتمكن الوحدات من الحفاظ على رقب الدوري الموسم المقبل الجواب يعني بسرعة جواب عليه سعادة النائب لكن احنا بنستنى الجواب منكم الاجابة الاولى نعم والاجابة اثنية لا عبر تطبيق رؤية سؤال شارك الخاص باكستراتايم بنستنى الكل يصوت ويشارك معنا تصويت مستمر حتى نهاية الحلقة سؤالنا هل سيتمكن من الاحتفاظ نعم 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 يعني انا انصرحت قبل الموسم الماضي قبل ما ناخد بطولة الموسم الماضي ان الوحدات راح يحتفظ في بطولة الدور ولا حد يقدر الناس من هل عشر سنوات ثقة كبيرة كابتن عبدالله والله احنا نتمنى يعني الامور بدها تعب مثل ما تعبوا مجلس الادارة واللاعبين والمنظومة كاملة بالسنة الماضية والسنة هاي للسنة القادمة بدها تعب وجهد ممكن يكون مضاعف الله يتمنى ان شاء الله الله يوفقك وكابتن عبدالله يوفق كل انديتنا الاردنية سعادة النابطار الخوري دا بلش معاك من الاشي الاحدث اللي هي مبارح العرص الديمقراطي في نادي الوحدات وهال المشاركة الكبيرة وايضا يعني منافسة كانت شديدة وشريفة بنفس الوقت احكينا عنها وكيف كانت الاجواب فيها شوفي انا دائما بحكي اللي بميز نادي الوحدات هو انتخاباته الديمقراطية وانتخاباته التنافسية يعني انتخابات نادي الوحدات انا بالنسبة لي شاركت انتخابات نيابية وشاركت انتخابات نادي الوحدات نادي الوحدات اصعب بكثير وحتى فرحتها لها طعم ولون اخر كانت مبارح زي ما الكل شاهد وزي ما الكاميرات صورت تنافسية شديدة واستطعنا كتلة وحدات البطولات انه نحصد 7 مقاعد من اصل 11 مقعد وانا برأيي كانت هاي الانتخابات الاستثنائية لانه التحالفات كانت تدار بشكل يعني غير طبيعي لكن استطعنا باسرارنا وارادتنا وخلنحكي دعايتنا الانتخابية كانت انجازاتنا السابقة يعني انجازاتنا السابقة خلال السنتين ككتلة كتجمع من الشباب هو كان دعايتنا الانتخابية قبل خوض الانتخابات يعني ما كنا بحاجة الى دعاية انتخابية لان الانجازات الواقعة على الارض هو اللي كان دعايتنا الانتخابية صحيح كابتن زياد كيف كانت الأوضاع مبارح وأكيد يعني منعرف إحنا محبة الناس يعني لإلك خصوصا وأيضا الأصوات الكبيرة اللي حققتها شكرا لك أستاذ طارق يعني انتخابات نادي الوحدات يعني يعتبر عرص عرص جماهيري لكل محبي نادي الوحدات وأعضاء نادي الوحدات وجماهير نادي الوحدات يعني إحنا كنا واثقين أنه راحين نفوزوا بأكبر مقاعد رغم للناس اللي كانت يعني تنظر أنه إحنا راحين نطلع من النادي الناس بتحكم الناس يعني نادي وفريق وإدارة ما يأخذوا بطولة قبل بيوم ثالي يوم عندها تنزل انتخابات معقول تطلع هذا معناه شي مش طبيعي بصير إحنا سر نجاحنا البطولات البطولات اللي قاعدين نحرزها إحنا في البطول يعني الأستاذ أبو سامي من 2007 عزلنا انتخابات أنا إلي ثمانة سنين في هذه الوحدات وهي خامس دورة بزي في هذه الوحدات اللي بشفعلنا قدام الجماهير واللي بخلي كل جماهير الأردن تحبنا إحنا كأعظام للصدارة وبنتنتخبنا ومنجيب رقم عالي في الانتخابات هي الإنجازات لو إحنا ما بنحقق إنجازات كان ما بنتخبونا جمهور الوحدات واي جمهور الوحدات مثقف بيعرف مين بيخدم النادي أيضا وبيعرف مين بيخدم النادي وبيعرف الناس إذا بيجي ناس غير هذور بجوز خار بالنادي الجماهير والأعظام بتحافظ على نادي الوحدات دائما بتختار الرجل المناسب في المكان المناسب يا ستيدي ألف مبروك والله يوفقكم في هذه الدورة الجديدة وظلكوا تخدموا في الرياضة الأردنية ونادي الوحدات بالتحديد كابتن عبدالله قمر 14 ما شاء الله عنك أنت وبطولة الدوري كمان فشو تحكي عن هالموسم بكبير والله أختار يعني إحنا لو بدنا نحكي عن موسم منحكي مطولا بدنا وقت كثير بس إحنا قاعدين بنختصر إنه الموسم كان شغ جدا خاصة على نادي الوحدات أنا حكيت لك وبكررها ووين ما أكون عبدالله أبو زبع ما بقدر يعمل أي إنجاز بدون المنظومة المتكاملة المنظومة المتكاملة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبين نادي الوحدات والجهاز الفني والإداري والطبي الكل تكاتف والإنجازات ما بتيجي بصدفة الإنجازات بتيجي من أساس صحيح يعني مجلس الإدارة أنا اللي سنتين ويمكن ثلاثة أو أربعة شهور مع فريق كوروة القدم ما شفت منها إلا كل حكمة وكل صبر وكان القرارات اللي تطلع من مجلس الإدارة وخاصة أنا مش هون جاي أجامل رئيس النادي سيد طاري خوري أو أجامل مدير النشاط ولكن اللي كانوا موجودين بالوجه للفريق اللي هم مفوضين من إدارة مجلس الإدارة كانت قراراتهم حكيمة جدا وصبروا على عبدالله أبو زمع وكانوا مؤمنين بقدرات عبدالله أبو زمع رغم الضغطات الكبيرة كانت عليهم ورغم الضغطات الكبيرة كانت على عبدالله ولكن الإيمان بشغل عبدالله يعني صبر عليه والحمد لله شفت أنت شايف يعني صبرنا ونلنا مثل ما بيحكوا يعني هي كمان كابتن عبدالله بيحكي إشي أنه تدريب نادي بحجم الوحدات مش سهل وأنك تتحمل هالضغطات برضو هذا إشي يسجل إلى اختارك أول يوم أختارك أول يوم جيت على نادي الوحدات نادي الوحدات المدرب اللي بديجي على نادي الوحدات مطلوب منه بطولة مش مطلوب منه مركز تاني مطلوب منه بطولة الحمد لله والشكر لله من أول ما استلمت النادي أنا أول مباراة استلمتها خسرت أربعة من رمثة إذن اللي تعلمت بنادي الوحدات تعلمت الكثير نادي الوحدات أمل عبدالله بزمع أمل عبدالله بزمع ملاعب أمل عبدالله مدرب واللي تعلمت بنادي الوحدات السنة الوحدة أنا باعتقادي عن عشر سنوات دورات تدريبية بعلى مستوى فبشكر أول شيء نادل وحدات الاسم وبشكر الناس اللي وكفت مع عبدالله أبو زمع واللي ساندت عبدالله أبو زمع ومنهم الإخوان الموجودين معنا الأخ طارق والأخ زياد وأيضا أعضاء مجلس الإدارة وأيضا جماهيرنا الحبيبة اللي هي دائما كانت تنتقد عبدالله سلبيا ولكن بالآخر الكل بفرح والكل بحمل عبدالله أيضا أخ طارق البطولة مثل ما حكيت لك جهود جهود مدربين جهاز فني معي يعني الكابتن غياث والكابتن عثمان والكابتن محمد جمال وأيضا الجهاز الطبي والجهاز الإداري كلهم كانوا يشتغلوا ويتعبوا وأيضا بنرجع ونقول الجوهرة تبعتنا الأساسة معنا هم اللاعبين اللاعبين هم الأبطال اللاعبين هم تحملوا مسؤولية صراحة وتحملوا تعب وتحملوا ضغطات ولكن كانوا رجال وكنا تعثرنا بأعثرات كبيرة ولكن كانوا يوعدونا ويكونوا على قد الوعد بنشكرهم مع أنه بدأ أحكي لك أخطارك نحن بنهاية الموسم اللاعب الأردني مستهلك اللاعب الأردني يعني من التخطيط ما عم يأخذ راحته المطلوبة الكاملة ولكن بشكر يعني من اللاعبين من صغيرهم لكبيرهم على جهودهم اللي عملوا السنة الماضية والسنة هاي الله يعطيك ألف عافي كابتن وألف مبروك بنفتخر فيك طبعا كابتن عبدالله على هالإنجازات كان لك تعليق أنا بتعضيف بس عن موضوع الكابتن عبدالله يعني احنا بالحقيقة استثمرنا في الكابتن عبدالله طبعا وهو كان مشتهد وطور نفسه يعني احنا ما جبنا كابتن عبدالله من أول يوم متوقعين أنه يكون كامل مية بالمية توقعنا أنه عنده خبرة سابقة درب مع مدربين كبار لكن معنا هذه الوحدات أنا بالتأكيد يعني أستطيع أن أجزم أنه الخبرة تختلف عن أي مكان آخر لأنه في ضغط جماهيري بفريق بصلات فريق صعب يخسر مباراة الجماهير ما بترضى فعبدالله احنا زي ما حكيت بداية استثمرنا فيه وهو كان مشتهد وعن بطلع فيه خط صعود يعني خط بياني صاعد وهذا الإشي اللي بيخلي الكل والإدارة والجماهير إنها تصبر وإنها مرات في بعض الأخطاء اللي بتصيرها زائم مباراة يعني احنا شفنا أنديا محلية بتخسر مباراة ممرتين بروح المدرب لا احنا عنا أمل في عبدالله عبو زمع وواثقين فيه وعرفين أنه قادر على السير بهذا الفريق إلى الأمام عشان هيك سميته استثمار إلى فترة طويت الأمد وإن شاء الله نصل مع الكبتن عبدالله عبو زمع إلى استخرار كامل ونستطيع الاستمرار في حصد البطولات إن شاء الله كبتن زياد أيضا أنت كنت قريب من الفريق في ظل وجود طبعا عبدالله الضغطات أنت كنت شاهد عليها المشاكل العديد من الأشياء فكيف كنت تتواجه هذا الإشي نادي الوحدات يعمل باحترافية وليس بمزاجية نعم نادي الوحدات من الرئيس وعظام الازدار إلى عامل اللوازن يتعاملوا باحترافية مع اللاعبين مع الجهاز الفني مع الجهاز الإدارة للفريق كرة القدم فيها الفوز فيها الخسارة ورغم كل الضغطات فريق الوحدات من حقه فريق الوحدات فريق بطولات يعني ما بيكبر فريق الوحدات بالمركز الثاني يعني الثاني والأخير بالنسبة لنادي الوحدات يعني في أي بطولة بيشارك فيها الوحدات الهدف أنه يأخذ البطولة في بعض المبورات كمنا نتعثر مثلا نتعادل تلاقي ضغطات على الجهاز الفني على اللاعبين على المدرب أنه بدنا نغير إحنا صبرنا صبرنا وحصدنا ثمر الصبر فريق الوحدات خلال موسمنا أحرص جميع البطولات يعني ما في نادي أخذ قال له أي بطولة فريق الوحدات حصل جميع البطولات استطاع الكابتن عبدالله بوزماء أنه يعمل فريق من الشباب لما استلم عبدالله بوزماء كان معدل فريق الوحدات 32 سنة معدل أعمار اللاعبين حاليا معدل أعمار اللاعبين 23 سنة يعني استطلع فريق حوالي 10 سنين عملنا ولو أي مدرب أجمح عبدالله بوزماء بالفترة الماضية كان عندنا حوالي 18 لاعب من اللاعبين المخضرمين واللاعبين اللي راحوا عقود بره واللي احترفوا واللي عدد أزلوا 18 لاعب يعني تصور لو مش فريق بحجم الوحدات وبطلع منه 18 لاعب مع ذلك إنه طلعوا 18 لاعب استطعنا أحراز جميع البطولات المحلية وإن شاء الله الله بكرمنا بالبطول الأسوية واطلعنا جيل من اللاعبين الناشئين صحيح لعشر ثانين لا قدام صحيح إذن راح نوصل لحديثنا في هالحلقة الخاصة عن إنجاز الوحدات الفوز أيضا بلقب البطولة لكن خلونا نشوف التقرير ونرجع وحدات العز أخضر وحمر يسحرني والفوز يهز دايم بسمك يغني دهت قصة دور المحترفين لكرة القدم وكتب الوحدات أخر أسطرها يوم الخميس حين رفع الكأس الأغلى محليا وتموج بلقب الدور للمرة الرابعة عشر عن جدارة واستحقاق وأهدى جماهيره ما يستحقونه في ليلة كانت محسومة حسابيا ودك شباك الرمثة الذي طارده طوال مشوار هذا الدور الأطول بعد العديد من التأجيلات بثلاثية مظيفة كانت تعكس حالة المارد الأخضر وأحقيته بهذا اللقب وبالعودة إلى الوراء وعند البحث في أرقام ونتائج الوحدات في عمر هذا الدوري نجد أن مستوى الفريق تراجع نسبيا في مرحلة الإياب مقارنة بما قدمه في ذهاب ذات الدوري حيث حقق 27 نقطة في نصفه الأول ولم يتجرع الخسارة في كل مبارياته على عكس النصف الثاني حين ذاق طعم الخسارة في مواجهتين أمام كل من الليث الأبيض الأهلي وأسود الصحراء المنشية في حين تعثر بحجر التعدلات في أكثر من مناسبة إلا أنه استفاق في الوقت المناسب وحقق الفوز تل والآخر حتى حسم مسألة التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي بقيادة مديره الفني الوطني الشاب عبدالله أبو زمع أرقام الدوري تصدرها الوحدات أيضا حين امتلك أقوى خط هجوم بإحراز لاعبيه 39 هدفا بمعدل 1.76 في المباراة الوحدة تناوب على إحرازها كل من الحاج مالك هداف الفريق بثمانية أهداف ومحمود زعترة سبعة أهداف ومنذر أبو عمارة ستة وكل من البهداري ورجاء عاية ثلاثة أهداف وأحمد الياس وصالح راتب هدفين وأحمد أبو كبير ومدر رجا ومحمود شلباية وبهاء فيصل وأحمد هشام وعامر شفيع ولاعب شباب الأردن دينيس بالخطأ وحارس الفيصل محمد الشطناوي بالخطأ كذلك الأمر ينطبق على الشق الدفاعي حيث كان الأقوى بين الفرق الاثنى عشر في دول المحترفين بدخول مرماع عشرة أهداف فقط بمعدل 0.45 هدف هذه الأرقام بالإضافة إلى الاستقرار الفني الذي لازم الفريق طوال الموسم رغم التعثر ونوعية لعبية كلها عوامل ساعدة الوحدات بأن يقطف ثمار هذا الجهد بالتتويج باللقب ويتسيد دور المحترفين لهذا العام بطل الأبطال والتاريخ يشهد لك والكل يقول وحداتي ما في منك يعني سعادة أبسامي أرقام تتحدث عن نفسها بالنسبة لنادي الوحدات هالموسم ونتيجة جهود فأنت كمان يعني مراقب للفريق كيف كنت شايف هالمسيرة خلال هالموسم شوف أنا بدي أركز عن نقطة وحاب الكابتن عبد الله يسمحها أنه يعني الإشي الأصعب الآن الحفاظ على الوضع اللي احنا فيه يعني أوكي وصلنا لخلنا نحكي موقع متقدم في كرة الخدم وفي الجاهزية الفنية والإدارية لكن الآن الأهم هو الحفاظ على المستوى اللي وصلنا له فيه والتطور طبعا يعني ما فيه إشي طموح النقطة واحدة بوقف لأنه أي طموح هيك يعتبر انتهى فأنا شايف فريق كويس زي ما تفضل السيد زياد شباب شباب لسه روح حتى حب الوحدات موجودة فيهم حب كرة الخدم موجودة فيهم البروز موجود فيهم يعني عنا لعبين احنا عشرين سنة وتساطاشر سنة وطمنتاشر سنة وواحد وشرين سنة صاروا مستلمين أربع خمسة كؤوس بينما فيه لعيبة وصل عمرهم تلاتين سنة أول مرة بستلمو كأس فنادي الوحدات نادي يجب أن نحافظ على هذه البطلات ويجب أن تكون يعني استراتيجيتنا اللي اتبعناها بالسابق نطور الأخطاء اللي وقعنا فيها وخلنا حكي نطبقها خلال العامين القادمين لهم الإدارة الجديدة فإحنا أمامنا هلأ مشروع غمدان أولا مهم وهذا بطور كرة الخدم وإن شاء الله يعني راح نبدأ في خلنا حكي الخطوات العملية السريعة نعم لتطوير والانتهاء من مشروع غمدان وأنا برأيي لما يكون في مركزية عند الكابتن عبدالله أبو زمع وثبات في مكان واحد وملعب واحد وتواجد دائم أنا برأيي أيضا يستطيع الإنجاز ما هو أفضل واللائبين بكونوا مرتاحين أيضا وبشكل أحسن من التنقل اللي عم بتصير فينا هلأ من ملعب لملعب نعم إذا تم تطبيق هذا الكلام بحذفيره بتصير حالة مثالية للاحتراف في نادي الوحدات بشكل كبير طبعا نحن نسعى يعني دائما أنه نوصل للدرجة اللي بنتمنىها لا في مقاومات موجودة عندنا لكن في بعض اللي خلنحكي القاعدة في نفس الدولة بتكونش موجودة مرات بس أنت ما تقدر تشتغل إلا ضمن خلنحكي المنظومة الموجودة هون وتكبتن تحدث عن تأجيل مباريات وإلى آخره وسبب إرهاق يعني هاي لازم ننتهي منها كمان لأنه هاي بتسبب خربطة في سيستم اللاعب وبيض أيضا في المباريات وفي تخطيط الجهاز الفني نعم استاذ زياد لما شفنا الصور قبل شوي واللعيبة رفعين الكأس حكيت أنت وأب سامي قلت هاللعيبة في منهم صاروا رفعين هالموسم كأسين وثلاث ليش قصدك فيها؟ يعني نادي الوحدات نادي بطولات أنا حكيت لك في القداية إن أنت الثاني بجوز ما بتأخذ بطولات قد نادي الوحدات يعني فيه اللعيبة الصغار هذول تعيين المنتخبين لهم سنتين اللي هم رجاء وصالح وفراس وبهاء والشباب كل هذا نعم صار جابين أربع بطولات طيب فيه لعيبة كبار بدون ذكر أسماء لسه بجوز أول بطولة يعني نادي الوحدات نادي بطولات أي لاعب بده بطولات بيجي بلعب الوحدات أي لاعب بده كل عشر اثنين بطولة أو خمساشر ثاني بلعب بنادي ذلك يعني أنا فكرت إنه إذا أخذنا لقب 18 كانوا موجودين في التتويج هاي كمان حسب لهم كمان رفعت كاس لا أحنا ما فئات عمرية أحنا ما بنحكي في الفئات العمرية لأنه في الفئات العمرية أحنا برضو جميع بطولات الفئات العمرية من أخذها يعني الفئات العمرية عندنا مصنع أنا حكيت هيك عشان أبرك لكم كمان للفئات العمرية فماشاء الله عنكو يعطيكو ألف عافية طبعا السيد والأستاذ الكبير معين فخوري المراقب الدولي حابب يشارك معنا عبر الهاتف الله يسعد هالمساء متى الخير زميل حبيث أنا بمسي على ضيوفك وإذا بتسمح لي أنتعد هذه القصة لتهنئتين نبدأ بالأستاذ أبو سامي مبروك اتخابك خريصا للنادي الوحدات بولاية جديدة وكذلك الأخ العزيز زياد شيلباية فوزه بعضوية المجل التمثلية والهياة التمثلية لنادي الوحدات وأنا بمسي عليك برينس إذا بتسمع لي أناديك يا كابتل عبدالله ببرينس مثل ما كنت دائما أناديك وعني أنادي الوحدات بهذا الفوز الرائع في بلدي المناصر الدوري المحترفين في الأردن وأتمنى الاستمرار في كأس الابتحاد الآسوي اللي غاب عن خزائن الوحدات واليوم أنا شفت شعار رائع جدا اتمنى لدي الوحدات وحدات عرض وطولات وحقيقة يا أخوان أستاذ أبو ساني وزياد وكابتل عبدالله هذا فرصة طيبة أنا بحيط أيضا من بلاد الغربة ولكن أنا الآن أتواجد في عم فما تعلمون أنا الآن في مقيم في البحرين ولسو حظي أن بودي أني آجي أحضر شخصيا ولكن هذا الأمر قريبا جدا أبو ساني وزياد وستن عبدالله يعني من كل قلبي بعنيكم وتمنى لكم الاستمرارية في كأس الاتحاد الآسيوي بإذن الله كل شكر إلك أستاذنا على هالمشاركة من البحرين وبكل تأكيد اشتقنا لك بس يجي عمان إن شاء الله بنشوفك يعني مشاركة جميلة وحكى لكم ألف مبروك وعلى كل إشي فأيضا يعني الناس اللي بالغربة كل ياتها عم بتتابع وعم بتشوف وعم بتحضر وبتتابع مسيرة الوحدات والفرق وكل المعلومات عندها موجودة شوف تستغرب نادي الوحدات يعني جماهير أو محبية في كل مكان وإحنا باستمرار بصلنا اتصالات من أكثر من مكان وأكثر من موقع في هذا العالم زي ما حكيت هذا حملة قيل وإحنا لازم نحافظ عليه يعني اللي بدي يكون في نادي الوحدات ويشغل في نادي الوحدات بدي يعرف أنه حمله ثقيل لأنه نادي على مستوى خلني أحكي العالم ونادي جماهيره تبحث عن البطولات ونادي لاعبينه كبار فبالتأكيد الموضوع مش سهل صحيح وبدو تركيز وبدو عمل متواصل عمل دقوب للاستمرار في خلني أحكي تحقيق ما يرنوا إليه هذه الجماهية نعم لبرنس وما أدراك أما لبرنس يعني قبل ما نروح لكلام ثاني راح يكون متواجد معنا التقرير اللي عرضناه أرقام رهيبة بالنسبة للوحدات هذا الموسم في الدفاع في الهجوم يعني حالات مميزة بالنسبة لنجومك كابتن عبد الله فشو بتعلق عليها هو الشيء الحمد لله وشكر الله بتعرف أختارك يعني الموسم الماضي كنا يعني صار عندنا أحلال وتبديل وكان اللاعبين لسه ما عندهم خبرة ولكن الحمد لله رغم الإحلال والتبديل واحرزنا البطولات وهذا شيء يعني تفوق من الله عز وجل ومن جهد يعني الجميع السنة هاي الشباب اللي اللي لعبوا أول موسم السنة الماضية نضجوا الموسم هذا فساعدنا أنه نقدر نحافظ على بطولة الدوري والأرقام يعني بتتحدث وأنا بحكي لك أنه التخبط اللي صار بتوقفات الكثيرة يعني أنت تخيل أنه أنا كمدير فني عملت خمس مرات فترة أعداد يعني كان في خمس توقفات خمس توقفات أقل أقل توقف كان شهر وكان في شهرين توقف أنا الواحد اللي كنت أتدرب بعشر وحداشر لاعب لأنه عندي عشر لاعبين بالمنتخب الأولمبي وكان في سبع لاعبين لزيت لاعبين ومنتخب الأول لاحظ بالفترة الأخيرة الاستغرار صار أنه استمرنا بست سبع مباريات الحمد لله رب العالمين المستوى والتشكيلة حتى نقدرنا نثبتها والمستوى تصاعد أنه كان في استمرارية للمباريات إن شاء الله الموسم الماضي أنه يكون فيه تخطيط أفضل إذا إحنا يعني كنا يعني مع الوحدات ونتمنى الوحدات كل الخير وأنت بتعرف أنا مع الوحدات قلبا وقالبا ولكن تعرف من حق الإدارة أيضا إحنا تربطنا علاقة أخوية مع أخوي طارق وأخ زياد ومعضاء مجلس إدارة ولكن من حق مجلس الإدارة أنه قيموا الفترة الماضية هل عبد الله أبو زمع مفيد للوحدات في الفترة القادمة؟ أو لا فهذا من حقهم إحنا نتمنى من الله عز وجل أن تكون الأمور طيبة وأيضا أنا أذكر شغلة كمان أنا حكيت لك أن الأساس الصح أيضا فئات العمرية بنادر الوحدات يعني الشغل مش قليل أيضا من مسؤول عنه؟ أعضاء مجلس الإدارة والجهزة الفنية الموجودة بالفئات العمرية والمدربين الموجودين في فئات العمرية اللاعب الوحدات عنده ثقافة فوز هو صغير لأن الفئات العمرية بالوحدات أغلب البطولات بكونوا أبطال فبتنولد موجودة معه الثقافة الفوز لما يكون بالفرق الأول إذن الثقافة موجودة إذن الأمور بتسهل كثير فإذن الوحدات بأي بطولة مشارك فيها هدفوا البطولة عشان ليك نحن نحكي أن الأساس مهم جدا والأساس موجودة من هذه الوحدات أكيد كابتن عبد الله المدير الفني اللي حصل على هذا الكأس اللي موجود أمامنا طبعا وحكى كلمة هلا إحنا بدنا نحكي شوي عن عبد الله أبو زمع بعدين نشوف الموضوع مع مجلس إدارة التاء النادي للموسم المقبل لبرنس في التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بطلا لدور المختلفين ولكن في كل موسم هناك نقاط يجب التوقف عندها وأهمها المدرب عبد الله أبو زمع أبو زمع الملقب بالبرنس يكمل مسيرته الكروية بنجاح بعدما كان أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية والوطن العربي كلاعب والآن هو أفضل مدرب محلي يقود أندية محلية والدليل ليس في هذا التقرير وإنما حصوله على لقب الدور مرتين وأيضا كأس الأردن وفوزه بلقب أفضل مدرب للموسم الماضي أبو زمع ما يميزه أنه يختلف عن الكثيرين بهدوئه وثباته وإنجازاته وشبابه فهو المدرب الشاب الذي يبلغ من العمر 39 عاما وحقق حتى الآن أربعة ألقاب في عامين وهو رقم من الصعب تحقيقه وفي الموسم الحالي تميز أبو زمع بجرأة طرحه لللاعبين وتقديمهم للجمهور أمام فريق بحجم الوحدات فرغم قراراته بإجلاس بعض النجوم ولكنه على الواقع نجح بتطبيق أفكاره أبو زمع مثال للمدرب الوطني الناجح والقادر على قيادة فريق نحو البطولات في حال توفرت الأدوات الناجحة لذلك وهي الإدارة والجماهير والعبين أنت الإفارة وانت السكون وجمال عبارة وجمال جنود انت الاثارة وانت السكون وجمال عبارة وجمال جنود اللي انت مرت سنين شفت ونقيته فيك اللي انت مرت سنين شفت ونقيته فيك ابو سامي يعني عبدالله ابو زمع وهي الارقام بتحكي عن حالها والموسم المقبل والجماهير بتسأل والكل بيسألنا خلاص بكف خلص العقد خلاص وقعنا لا شوف احنا بأصلا بيننا وبين عبدالله عمره كان موضوع عقد ووجود وتفاوض يعني عبدالله ابن النادي وعبدالله لما يدرب يدرب النادي كإنسان منتمي لهذا النادي بالتأكيد بيختلف عن أي مدرب تاني احنا انا برأيي الخطوط مفتوحة وسالكة حتى مش بس مفتوحة وسالكة بيننا وبين عبدالله ابو زمع واحنا انتهت خلنحكي جزء تسعين بالمئة من المرحلة وانا برأيي اذا من قيمها من قيمها بالممتازة فانا مش شايف اي مانع راح يكون امام مجلس الادارة من التمديد الى عبدالله ابو زمع بالعكس قدم ما عليه وزي ما حكيت لك احنا منستثمر في عبدالله ابو زمع يعني احنا منستنى كل سنة انه يتطور عبدالله ابو زمع ولسا اتو انا برأيي عم بتطور فاحنا لازم نضلنا مشي معه للوصول الى درجة خلنحكي تريحنا مية بالمية نعم سازياد كنت يعني قريب جدا من كابتن ايضا عبدالله واربع القاب ارقام مثيرة ايضا لمدرب وطني شاب يقود فريق بحجم الوحدات فانت كمان شو شايف وشو عبدالله كمان ممكن يعني الانجزات والارقام هي اللي بتتكلم يعني اوش عبدالله ابن النادي حاذ على جميع البطلات خلال السنتين بالارقام نادي الوحدات هو الافضل اخذ جائزة احسن مدرب في الاردن احسن خط دفاع خلال الموسبين احسن خط هجوم خلال الموسبين استطاع انه يجيل من الشباب يعني هي الارقام بتتكلم وهذا برجع يعني في النهاي برجع قرار عبدالله قرار الكابتن عبدالله والكنافة لسه موصلتش ماناش خاص لا بتوصل السنة الماضي الشباب بحكولك لا والله السنة الماضي جاب يا حسيبة شوالك جاب بقلاوة اكلتها جوه وانا مكلتش كابتن عبدالله ماناش دخل شهر اسمنا يونت 2 يعني هاي اسمعت ثقة الادارة وايضا الكلام الجميل من الادارة في شخص عبدالله ابزمع اشوف نادر الوحدات هو نادي وانا اتربيت فيه وانا ابن نادر الوحدات ما اتوقع ان يكون اي عاغ بيننا وان شاء الله الله يتمم على خير وهذا يعني كنتم الله حكيت لك قرار لمجلس الادارة وانا ما بدي احكي قرار الي ليش انا اتكبر على الوحدات مثلا ما اتكبر على الوحدات والعكس احنا انا يعني امنيت كل مدرب انه يدرب نادر الوحدات الوحدات يمتلك كل شيء يعني حتى بيساعد المدرب يعني انا كعبدالله ابزمع الوحدات يمتلك كل شيء يمتلك مواهب يمتلك ادارة حكيمة يمتلك تخطيق صحيح يمتلك الاحترافية الكاملة يعني انا كنت بالاتحاد مع المرحوم الكابتن الجوهري الوحدات بظاهر الاتحاد باحترافيته يعني اي مدرب يتمنى يكون مع الوحدات والادوات موجودة وكل شيء موجودة حتى على مستوى المادي رغم الامكانيات المحدودة ولكن الامور المادية تخططت لها من بداية الموسم الروات بتقسمات المكافآت تقسمات فهذا الشيء كان ريحني كثير من بداية الموسم شو المانع ولكن انا بحكي انه من حق الادارة انه تشوف الوحدات بافضل حال عرفت كيف يعني انا مثل ما قلت لك لازم الادارة تقيم و لازم الادارة تشوف و ان شاء الله الله يجيب في الخير طبعا سؤال لكم الثلاث حضراتكم الكأس و نجوم المنتخب الولمبي شوف انا بدأت بشعار و ان شاء الله نمشي فيه و ننتصر فيه الوحدات و من حضر و احنا راح نخوض مباراة الكأس بدون عشر لاعبين من المنتخب الولمبي لكن انا عندي ثقة كاملة بالجهاز الفني و اللاعبين الموجودين و الوحدات بمن حضر و راح ننافس و ان شاء الله راح نحصل على بطولة كأس الاردن بما تبقى من اللاعبين و انا برأيي بنادي الوحدات وصلنا لدرجة انه كل اللاعبين مهمين كل اللاعب يعني اللي بالملعب اللي بالكشف اللي خارج الكشف على المدرجات كلهم لهم وقت يشاركوا يقدموا اللي عندهم مشاهدنا خلال الموسم الطويل هذا و المتقطع فانا برأيي انه اللاعبين الموجودين قادرين انهم يقوموا في اداء ما قام به زملائهم و يحصلوا بطولة كأس الاردن و بدي احكي يعني وعدنا الجماهير بالصابق و حققنا وعداتنا و ان شاء الله هلأ بنوعدهم بكؤوس قادمة و منها كأس الاردن طب بما انو بنحكي عن الجماهير خلينا نشوف ايضا هالتقرير اللي راح ينعرض هلأ و بنرجع بنكمل عن هذا الكلام بشكل سريع خلينا نشوف ترجمة نانسي قنقر موسيقى هي بعرف كرة القدم اللاعب رقم 12 إلا عند الوحدات فالجميع سواء لاعبين أو مدربين وحتى إداريين يعتبرونه اللاعب رقم واحد إنه جمهور المارد الأخضر جماهير الوحدات ساندت و آزرت فريقها في أصعب مراحل الدوري و كانت دائما ما تشد الرحال خلف فريقها مهما كان مكان واسم الملعب الذي يكون الوحدات طرفا فيه يعني الوحدات فريق كبير طبعا الكل بيعترف فيه الجمهور الواضع يحض الجمهور اللي قدامك مش جاي بس عشان يعني يشجع وليك جاي بحب ولاء للوحدات يعني جمهور عريق جمهور الوحدات الكل بيعرفوا أنت ما هو ولاء يعني الوحدات حسبنا الدورة قبل بمبارتين و احنا عارفين من الليش للمواعدون على السنتين عالتوالي و إن شاء الله كأس الاتحاد لأسوي لنا أول شي الحمد لله رب العالمين بنقول للجمهور العزيز هذا جمهور الوحدات الغالي مبروك هذا الفوز الغالي بنقول للعيبة الله يعطيكم ألف عافي و ما قصرته وبنقول لجميع الإدارة الله يخلف عليكم و إن شاء الله عقبال كأس الاتحاد لأسوي أول شي الحمد لله رب العالمين شباب ما بيأسروا بالمرة و نحن كجمهور الوحدات مش غريب علينا أنه البطل يتوجنا بكأس الدورة الحمد لله في جميع مقابلاتنا مع اللاعبين أو المدير الفني للوحدات كان الفوز دائما هو هدية الفريق لهذه الجماهير الكبيرة و لا ينسى اللاعبون زيارة عدد من هذه الجماهير لتدريبات الفريق بعد الخسارة أمام المنشية من أجل حافهم على بدل أقصى ما لديهم من جهد حتى يقطفوا ثمار تعابهم باللقب الأكبر و كان لهذه الزيارة الأثر لدى كتيبة المارد الأخضر حيث واصل بعدها الوحدات نتائجه الإيجابية للضفر بالدوري للمرة الرابعة عشر وهذا ما حدث بالفعل عند ختم الموسم الجماهير في ليلة التتويج كانت حاضرة وبقوة والتفت اللاعبون نحوهم بعد أن تسلموا كأس الدوري وأهدوهم اللقب الأغلى على مستوى المسابقات المحلية كرد لبعض من جميلهم بعد وقوفهم مع الفريق طوال عمر الدوري وحب الأخير إحنا معاك ومشو ما يصير عايش معاك وبتنفس هواك وأنا من صغري من صغري جماهير وقاس بتسلم عليكم تحكي لكم ألف مبروك وأيضا كابتن عمر خليل كابتن أبو زمع بشكل سريع مأزق كبير بالنسبة لفريق الوحدات في بطولة الكأس وأيضا توضيح موضوع المشاركة في كأس الاتحاد الأسي وتفضل هم اللاعبين إن شاء الله المتخب الأنبر سيكون يوم الثلاثة معنا بكأس الاتحاد الأسي ومبارات النهضة ولكن سيغيبوا على الذهاب والإياب مباراتنا مع الفيس القابل النهائي يعني أنت بتحكي بعشر لاعبين المدرب لما يغيب عنه لاعب أو لاعبين بتأثير تكون أموره شوي بتتركب يعني بس أنا بحكي لك أنا كعبدالله بزمع لو بقى عندي سبع لاعبين سأقاتل على الحفاظ على كأس الأردن وأنا كل يثق باللاعبين الموجودين واللاعبين الموجودين راح إن شاء الله يرجعوا الكأس وخلوه إن شاء الله كابتن زياد طبعا هو مأزق يعني لكن يعني إلكم رأي في هذا الموضوع إحنا ثقتنا عالي باللاعبين وزي ما حكي أبو سامي إنه لوحدات لمنحضر بس في القرار في ظلم لنادي لوحدات يعني أنت أربع عندي عندك أربع عندي رمثة والوحدات والفيصل وذات راس الأربع عندي نادي الرمثة فيه لقعب ونادي الفيصل فيه لقعب ونادي ذات راس ولا لاعب ونادي الوحدات عشرة لعبين من الفيصل يقولوني اثنين من الفيصل وواحد ونادي راس ولا لاعب والرمثة خليه اثنين طب نادي لوحدات عشرة لاعبين لما أنت ينقص من عندك عشرة لاعبين هذا بأثر فنيا على الفريق نتمنى من اتحاد الكرة القدم لغاية اللحظة هاي أنه يأجل مباراة الكاس يعني كان المنتخب كان يأجل في مباراة ودية يعني مباراة بطولة رسمية نادي الوحدات بصرف مليون ومتين ألف فريق كرة القدم عشان إيش عشان يغسط بطولة الدورة وبطولة الكاس وبطولة كاس الكوس يعني ما فيه عدالة في هذا القرار نتمنى من اتحاد الكرة القدم انصاب نادي الوحدات عشان يعني طعط المساواة وتأجيل بطولة الكاس وصلت هاي الرسالة سعادتنا الطارق الخري تفضل بشكل سريع أنا أبدأ أحكي أنه العناء والصعوبات يعني تولد الإبداع يعني لا إحنا ما نسجل إش جديد في تاريخ نادي الوحدات أنه حصلنا إن شاء الله على بطولة سنحصل على بطولة كاس الأردن بغياب عشر لاعبين معظمهم أساسيين موسيقى